ايه اكتر المشاكل اللي انت حلتيها كلايف كوتش في الحتة دي الست بتحكيلك جزها بيعمل ايه انا بس عايز اخل من انكلام دكتور محمد ويقولك ايه وبيديها سلبيات اللي انا من وجهة نظرنا احنا كستات بيسمم بدنها لما بيجيلك واحدة بتسممها بدنها صح كده يا را ايه بقى بتقولك ايه بتحكيلك ايه اللي بيحصل لها لا بيحصل طبعا الدرر النفسي والجسماني اللي بيحصل عليها المرض بيظهر عليها اديني الكلام اللي نفهمه يعني مثلا تلاقيها فعلا زي ما انتي بتقولي الطاقة مفيش طاقة مفيش نفس انها تعمل حاجة ممكن تخش في اكتئاب تبتلي تاخد ادوية مفيش كوميونيتي صحاب ما اشتغلتش على نفسها ولا عارفت اشتغل على نفسها هو كل محور حياتها مفيش شخصية تاكسك برضو وخصوصا الرجالة بيبقى الشخصية التي لا ترضى يعني مهما عملتله مفيش تقدير عايز ازيد يعني كل ما اديتي كل ما ما كفهوش فدي بالنسبة للست بتبقى حاجة مدمرة جدا بتخليها طول الوقت مش عايش حياتها مش عارفة حتى تعبر عن مشاعرها مش عارفة حتى يعني اسمعها هو ما بيسمعش الشخصية دي ما بتسمعش حلوة قوي حتة عدم الرضا دي حلوة قوي لان احنا ممكن ما بعرفش عبر اقولها يعني ممكن تيجي يعني قديله سباعي عايز ياكل كتفي يعني فعلا اللي هو عدم الرضا ده بيخلي الست تبقى فحيرة اللي هو فعلا انا مقصرة يعني بيقلل ثقاتها بنفسها هو انا فعلا مقصرة وتيجي تقعد تكلم نفسها كده ايه شوية ايه قبل بقى ما تدخل في الاكتئاب ما يمكن انا فعلا بعمله الحاجة اللي انا بحبها مش اللي هو بحبها مع السوشال ميديا بقى بتخلينا برضو ايه نقعد نسمع افكار كتير السوشال ميديا دي عمنا زي المصنع اللي هو فكرة من هنا وفكرة من هنا وفكرة من هنا فانا دماغي بتقعد تخبط بالافكار اللي انا بشوفها طول الليل وبسمعها طيب هو طول الوقت عدم الرضا انا بقى كست بينعكس عليها بطريقة تانية انا فعلا مقصرة تيجي تكلم صحابة تقول لها انا بعمله وبعمله وبعمله تقول لها ايه يا شيخ يا واقصة مش هيجيبه الحاجة بتحبه بقى فترجع تقعد مع نفسها تاني طيب لأ انا هغير الطريقة تلاقيها فجأة الست دي وصلها بمرحلة جنين تنزل تغير لون شعرها لو لقيتوا عمل الوحدة شعرها أصفر مثلا لايك فهي شعرها أصفر فتنزل للصبح تلاقي يعني حرقة شعرها واللايت في شعرها أصفر يمكن عشان تعجبه مش يمكن مش يمكن لما يبقى شعري مثلا أصفر فالهو يهدى شوية ويعجبه مش يمكن لما ضربه أكسجين يمكن برضه تاني حاجة فجأة مثلا تلاقيه لو قال لها مثلا انت خاصة زيادة ده موكولة دي شخصيات تاكسج راح نتكلم فيها فالوها فجأة تلاقي الست عملها تاكل وراحت لدكتور دايت وتخذية فتدخن فأقول لها ايه ده وانت مش شايفة انت تدخينت زيادة عن لزوم انت هتجنيني يا عم انت ولا ايه فاظت هي دي اللي هي اضطرابات النفسية هو الفكرة ان هي بتقلل شخصيتها من نفسها بيحسسها طول وقت انها قليلة بيحسسها طول وقت ان انت ما تستهليش فهي بالتالي بتحس انها في ايديها عجبة اخر قطعة اخر قطعة الراجل ده اخر قطعة في السوق بالزبط فما ينفعش ان انا ازايقه ولا يمشي ويسبني فهو طول الوقت كل ما بيقللها كل ما هي بتقل من نفسها فأنا بنصح لستات اللي لعيشها علاقة زي دي ان هي ما تصدقش حكم الشريك عليها حكم الشريك ما تصدقش حكم الشريك عليها هي تبتدي تطور من نفسها تبتدي تشتعر عن نفسها تبتدي تحس ان هي لا هي تستاهل. هي تستاهل حب. تستاهل معاملة حلوة. تستاهل تقدير. تستاهل انه يبصيلها ويكلمها كلمة حلوة. ده خلينا دي في الآخر. يعني لا احنا لسه ده بندخل بنفتح الباب بشوف المشاكل اللي جوا. حتة عدم الرضا. عدم الرضا دي. انا عارفة ان هي دي بتجيبك تقاب وممكن كمان توصل الانتحار. ان انا غير راضية. يعني اللي قدامي غير راضي فانا طول الوقت بشتغل على نفسي زي ما بتدوس عربية بنزينة حلاخ. كل ما يحسسني ايه ده انت ماشي بطيء ليه فادوس. ايه ده ده الناس بتضحك عليك وورا يقول ما بتعفشت سوئي. فادوس. فهي كل شوية انا عمل ادوس. ادوس لان هو بيديني طاقات سلبية سامة.